قصتنا النهاردة ممكن تتلخص في كلمتين بالزبط الخيانة والجحود الخيانة والجحود اللي عينة منهم أستاذ أحمد مدرس الفيزياء اللي سافر من أكتر من 30 سنة للسعودية في العهد الزهبي للمدرسين هناك اللي سافروا الخليج اتجوز من ستة جميلة وكويسة مفروض خارجة الأزهر وجاب لها ما يعادل وقتها ربع كيلو دهب وجاهز لها شقة ثلاث قوض وعمل لها أحدث فرش وأحدثها جيزة كهربائية وخدها معه هناك خلف منها ولدين وبنتين كبروا والنهاردة بقى فيهم اتنين ده كترة وساعد الولدين ان هما كمان يشتغلوا في السعودية بس لما رجع نهائي سنة 2016 اكتشف ان هما ورسوا بالحيا مراته وزعت صروته اللي بالملايين عليهم ما بين بقى اشواء وعربيات وخدت لنفسها جزء كبير من صروته وجابت باسمها سندات من البنوك وقسمت الدهب اللي جابته بينها وبين بنتها لما طالبهم بقى بفلوسه عشان يعرف يعيش ويجيب احتياجاته قطروا عليه كله وضربوه وقالوا هنسيبه لوحده كده مرمي زي كلب واكتشف ان الزوجة اللي عاش معها ستة وتراتين سنة رفع عليه قضية خلع بتقول فيها ان هي كرهة انها تعيش معها وتخاف الله تقيمها حدود الله علما بان هي عندها تلاتة وستين سنة عندها الضغط والسكر وقصور في الكليتين امرض في القلب كل ده عشان هدفها الحقيقي ان هي تعمل ايه تهرب منه بعد ما خدت كل مكان بيوم لكه ورسته بالحياة هي اولادة عشان كده منورنا النهاردة ومشرفانا دكتور هيند ببنى استشاري الصحة النفسية ازيك يا دكتور؟ اهلا يا سيدة اهلا بارك ايه الحمد لله انت عاملها ايه رايك في قصة النهاردة شايفها ظالم ولا مظلوم ايا الفكرة ان القصة دي متكررة كتير جدا ازاي يعني؟ اغلب اللي بيسافروا الخليج بيقدرنا متحياتهم اللي هما بتعاملوا مع نفسهم كأنهم ATM فلوس ليه طب ما هو بيعمل كشان يأمن لعياله ومستقبلهم هم بايقبلوا بالبحوت ده؟ طب زعلان ليه دلوقتي ما هو في الاخر الفلوس اللي انت عملتها مع ولادك زعلان ليه؟ طب معيش عيشة كريمة بقى يعني انا امنتوكم امنوني حلو جدا يبقى انت من الاساس ما عملتش علاقة جيدة مع ولادك ما ربطهمش على انه هما يكونوا ده هما كانوا بيجونوا مرتين يعني مرة هو كانوا بيجونوا في الأجازة ومرة هما كانوا بيشوفوا في الأجازة ده مش كفاية يا هند؟ اللغة اللي بيتعامل بيها معاهم ازاي؟ الاسلوب اللي بيتعامل بيها ازاي؟ ما قالش الصراع؟ لا بان من الرسالة ازاي؟ كلها أرقام فلوس اتجوزتها وياكات بخاتم نحاس وبعدين جبت لها ربع كيلو دهب جبت لها اللي مكانش موجود طول الوقت انت بتقدم بس الفلوس انت بتقدم اللي انت بتعمله ماديا ما بتقدمش خالص يعني انت مزعلان ان ولادك أعمل فيك الجحود ده مزعلان على ده ايدا ولسه أنا كنت أسألولك يعني هو زعلان على الفلوس مش زعلان على علاقته بعياله والبوضة واضح جدا من الرسالة واضح جدا من كلامه لا يا دكتور أنا شفتها كده هو مقادش ولادي صعب يعني صعبان علي ولادي اللي بعد شاء سنيني عملوا كده لا ده قالك أنا بعد ما صرفته وملاييني وفلوسي هو ازاي طيب مش مصاحب ولا حد فيهم ما دي بقى النقطة يعني ازاي جوز بنته كمان يخش معاهم دي النقطة ان انت ما خلتش رصيد ليك مع ولادك ولا مع حتى جوز بنتك اللي جي واضح انهم معرفوكش فبوش ما معنا معمتهم اللي معاها رصيد انت ما ما معرفوكش انت بالنسبة لهم شخص غريب فهم انت قدمت الفلوس انت ربتهم على كده من الأول أنا بديك الفلوس خلاص هنعمل بك ايه ودي ازمة اغلب المغتربين ان هما بتعاملوا مع حياتهم وبلدهم بالماديات بيعتقدوا ان هما طالما بيدوهم احتاجاتهم المادية هما كده ربوا انت مش ربيتش ولادك ما عملتش رصيد اتعملت رصيد في البنك لكن ما عملتش رصيد معاديك دايما الراجل دوره ان هو يصرف على البيت والست بتربي لا العمله شراكة ما ينفعش تكون واحد لوحده بجد لا ما ينفعش اما هو كده فيه واحد دور غائب مش ههم كان في احتياجاتهم ودخلهم جامعات كويسة ودخلهم مدالس كويسة دا الهدف كان الهدف بتاعك وراجل يقعد يزاكر لهم معقول انت عايز الراجل يأكلهم ويزاكر لهم لا قطلهم زاكرة والمتمرين والحاجات اللي بقولها دي اه بيقال ستة اللي فاضية نسبيا بتعمل الكلام ده لكن فين التربية انت مربتش اخلاق انت مربتش بر نعم مفتوض ان هو يربي معاها وهو لازم يكون فيه رقابة بالزبط وفين مراحل حياتهم انت شاركتهم فيه انت بالنسبة لهم واحد غريب كل اللي بتعملوا ان انت كنت بتجيب لهم فلوس فهم بالنسبة لهم خذوا فلوس انت جابها مش عايزينك انت ودي فعلا غلطة بيقعهم تبعي الست فعلا اتنا عدار بيبيون في البورصة وراحوا لا ممكن تكون لا يعني بيوم توقعي مش تعمل كده هي بتأمن لولادها هي مدعيتش فلوسها ليه اهروه وبيقول عايزة بيع الشقة بثمنمية عايزيني ادو 300 دي فكرة يعني ما عبش بيه محامي قال هلهم بقى في حاجة كما لو كان احنا بناخد نصيبك نصيبنا الشرعي في الشقة اه اه ما جادش في المياه غير كده انت بتاع انت نصيبك خلاص 300 يعني ما بدأ الشر ان هم يعملوا كده هو موجود اغلبا كده طب انا عايزة اقولك انه لما سألنا واحنا بنحضر وكننا عايزين نسمع برضو رأي الدين طبعا انا كان جوايا سؤال عايزة اعرفه يعني انه طب هو كمان ممكن يتبلع عليهم زي ما هم يتبلعوا عليه يعني هي قالت اخافه الله اقيم محدود هل فيه ست عندها 63 سنة هتقول كده لا يا حجة مبرر بس مبرر بس للطلاق يعني ما حتى مش قادر ياخد حقه عشان هو بيتعافى عليهم هو مش بيتعافى ما حسش انه بيتعافى عليهم هو طول الوقت طالع دور الضحية طول الوقت هو اللي تهان واتهان واتبهدل طول الوقت هو شايف نفسه مظلوم يعني هو مش مظلوم بصي 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 لما نتكلم على ظلم ومظلوم انت كمظلوم شاركت فده اسست فده مش مش كل دول هيتفقوا مرة واحدة عليك انت عملت ايه انت وصلتو نعم ما نسمع المشكلة من طرف واحد مش عارفين هو يعمل لهم ايه ليه عايش لوحده اصلا ليه بعد ما رجع ملمش ولده في حضنه ليه لما رجع تم بس طب هو كان قاعد معها بيعمل معها المشروع ساعة الكورونا شوفي اللغاته بقى يا سيدي ايه بقى مرمطون شغال معها مرمطون متبهدل معها هو بيحب يبقى الليد الراجل وكده لا هو عايز يحس ان هو مظلم هو عايز يحس ان هو مظلم طب هو البيت ممكن يمشي كويس لو الست اقوى من الراجل هو انا بنوجه نظري ان العملية لازم يكون فيها يشاركة مع بعض اقوى واقل واضعف دي بتضيع دور واحد يعني فيه لو الراجل اقوى والست ضعيفة بيضيع دور الست وبنفسي نفس الحكاية بالنسبة لو الزوجة هي اللي قوية والرجل ضعيف بيضيع دوره او هما يشدوا بعضهم الحياة ما تكتملش غير بالاتنين يعني احنا حتى بنقول امتى ست بقى قوية وشد حلا لو الراجل مش موجود خالص طب وانا بكلمك الاول بقى على انه رأي الشرع ده لما بقولك انه انا فكرت انه هو ممكن ينتقم او يتبلى زي ما هما عملوا في المحكم وياخد حقه او او طبعا انت هتصبر وتحتسب لانه مش اللي هيديني اساقة اهرد باساقة وانا شايفة ان الرسالة بالتفاصيل دي بالاسماء دي بكل الديتيلس ده نوع من اللي انت قو يعني ايه بيفضحهم انا شايفها كده لان هو انت اسمك ايه ولادك اسمهم ايه ساكنين فين جامعة ايه انت انت مدي وهم لما راحوا المحاكم بقى مفضحوش تماما قداموش حال للرجل انا مش اقبسي واحنا ديما بنسمع طرف واحد زي ما قلتلك ومن خلالها احنا بنقل القصة لكن احنا هنا لما بنقل الكلام عن مشكلة يا سيدي احنا بنشوف الاسباب اللي وصلت ده عشان يبقى فيه توعية للناس كلها انها تفهم طب هو نفسيا مش ممكن يجي لحد كده هو يقول لا انا هنتقم وهوريهم وما اعتقدش لانه لو ادرك انه هو مسؤول عن او هو لي دور في اللي حصل بس كتر الازى يعمل ايه؟ مش ممكن يكون دي ضغلات في الماغو مرتبطة بالسن مرتبطة بالغربة مرتبطة بان هو وليه بعد الستين بيحسوا كده بجلد؟ بيحصل شوية ضغلات فكرية وازمات وبيبدأ ما فيش مرونة في التفكير بيبدأ فيه نرجع لأفكارنا القديمة للحاجة التي ربنا عليها بيبقى فيه شوية حاجات كده بتكون الفكرة بيبقوا محتاجين علاج نفسي او ان هو محتاجين على الاقل ان هم يغيروا طريق تفكيرهم شوية يبدأوا يشوفوا الحاجات الكويسة طب معي دلوقتي انت عندك اتنين ده كثرة وواحدة متجوزة وولادك وقفيل على رجلهم اللي بيشتغل مش دي حاجات ايجابية؟ متشوفها الفلوس انت كنت بتعملها اصلا كنت بتعملها المين خلال التلاتين سنة دي مش ليهم؟ ولا هو بيبقى عايز يستعيد قوته زي زمان بيحس انه ولي السلطة هو بيصرف فده كان بيديله انه هو يكمل ما هي برضو هرجع تاني لأدمة المغتربين لما بينزلوا مع اولادهم حتى في الاجازات طول الوقت هم حاسين هم غرب عنهم هم مش موجودين ما هذا العيال كانت انا كنت اسمع من صحابي لقال لك يوو دراجع بقى دراجع انا مش عايزين نقعد في البيت؟ بالضبط انا كانوا يصعبوا علي والله العظيم انت عملت كل ده وفي الاخر بيتقال لك دراجع مش عايزك لا انك انت عملت ده ليه عملت ده عشان تديهم ماديات لصي بابا جايف اضطر الروح بدري بس احنا بنعمل موضوع بابا يبدل قاعد اه 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 اقبال شهره بابا يمشي بقى ونرجع لحياتنا اه انا كتير بشوف مشاكل بالنوعية دي ان هو خلاص بيبقى يجاي تقيد كأنه ضيف يعني كأنه ضيف خلاص طب هو دلوقتي هو اللي محتاج العلاج النفسي مش همه؟ هو محتاج علاج نفسي؟ ازاي نقنع بقى مواريد النفسي انه نبدأ الاقول بتصحيح افكاره دلوقتي انت لو احنا اعتبرنا انت عيشت حياتك كلها عشان تعمل فلوس بس؟ ولا عشان تبني بيت؟ هو هيقتنع بقى بالكلام احنا بنقوله ده؟ محتاج بقى انه عنده مرونة في التفكير بقى يقولك السنة ده مش جدت بتصليق الأفكار ان انت مص على جانب الإيجابية اكتر حيكا انت مركز على نقطة واحدة كل كلامك مركز على فلوس والملايين مركزش عن انا ربيت ولادي انت مقلتش ربيت ولادي انت مقلتش انا بديت ولادي خالص دي النقطة الاساسية يعني الواحد بيربي ولادي على كزا ربيت ولادي على أنهم يبقوا أقوية. ربيت ولادي على أنهم محدش يشتمهم. أنت ربيتهم على حب المادة زي ما أنت كنت بتعمل. أنت سبتوهم عشان خاطر الفلوس. هم سبوك وخدوا الفلوس. بس برضو يوصلوا لكده حتى لو ربهم كده؟ أنا منكرش إن ده جهود. ومنكرش إن ده برضو يعني ربنا يكون فعونه في اللي هو فيه. والصفت دي إيه؟ الله أعلم كان بيعمل فيها إيه يا سالي. إنت خالي بدأ رسالة يقولك تختم نحاسه. شوفي الأداء، شوفي الطريقة. يعني هي كانت مستنية بعد ما هو يرجع عشان تزله زي ما زلها؟ لا أنا ما ظنش كده طبعاً. ما كانتش خليته يشاركها في مشروع بتعمله. هيبو أكيد صدر منه حاجات ما هو اللي بيحكي يا سالي بيحكي من وجهة نظره، من أفكاره هو. إن هو يقول لبيع الشقة اللي هم عايشين فيها وأكيد كان عايش فيها مع مراته. هي غالباً سيباده البيت أنا فهمتي كده. هو لما هو قالها يبيع الشقة فرحوا خد لمه كل حاجة. هيحط مثلاً فلوسها في الشي ده ويصرف منه؟ يعني هل تعتقد يعني إن هو أولادي لما يجيوا لهم الدوني ألفين جنيه كل شهر دولت ما يكفوهش؟ هي هنا فيه علاقة مضطربة بين الأب وأولاده. أو لكد أكون مش علاقة. طب هو لما قال لهم الدوني ألفين جنيه في الشهر أصرفوا إنهم ليه قالوا لأ؟ لأن هم يمكن ما كانش بيديهم بزيادة. ما بصي؟ كما عايش حاجة هو خلاص ياه؟ زمان بقى أثناء الثلاثين سنة اللي كعا سفرهم بره. يعني هو فيه فلوس هو أصرف على نفسه؟ ما أعرفش ممكن يكون عمل كده ولا لأ بس اللي أنا شايفاه إن هو بيتكلم في الفلوس بالماديات بنسبة كبيرة جداً وده ممكن يكون اللي تصدر لهم وده اللي ممكن تربوا عليه أصلاً إن الفلوس رقم واحد، المادة رقم واحد. العلاقة ما بيننا ومن بعد مش هي الأساس. إحنا ما نعرفكش. أنت بنظم لنا راجل غريب. اللي بتدهولنا ماديات. ما سوا سعيدهم وعلمهم ووصلهم إنهم مشتغلوا في السعودية وفي دكاترة؟ أعتقد الأم هي اللي قامت بالدور ده؟ ما أقولها؟ ما هو مش موجود. ما هو اللي شغالهم في السعودية هي اللي شغالتهم. ما تعرف حد في السعودية؟ ها دي بس النقطة ما هو شغالهم أوكي. بس المستقبل التعليمي التي عمل الحياة كلها التفاصيلة لأولادنا بنعيشها معاهم يوم بيوم مرحلة بمرحلة. أنت كنت فيه؟ يعني هو ما كانش عارف حتى مرحلة إنه بناتو بتتجاهزوا واتجاهزوا بكام. ما عرفش حاجة. ما عرفش بكام. ما عرفش بكام. أنت رجعت لها عملت لها كاش في حساب. صرفت فلوسي فين. طب ما فيه اتنين دكاترة. فيه واحدة تجوزت. فيه واحد شغل كذا. فيه تخرج كذا. أنا عملت ده. فهي اضطرت إنها ترد عليه بالأرقام زي ما هو بيتكلم بالأرقام. هي العملية كلها ما بينهم كده ماديات. لكن ما فيش علاقة. ما فيش علاقة حميمية أو ما فيش علاقة تود ما بين الأولاد. أبوية لي بقى راح تقول أخافه الله أقيمة حدود دنا. هي اختارت أسهل طريقة ممكن الشرع يقبل به. هتقول إيه. طب تعالوا بقى نسمع بقى رأي قانون. يا ريتا. تعالوا بقى نسمع رأي قانون. فقضية أحمد اللي احنا هنحاول نساعده فيها أستاذ أحمد. معنا أستاذ حسامة جعفري. محامي بالاستقناف العلي ومجلس الدولة. مسال فل. مسال فل. مسال فل. إزاي حضرتك. أورك إيه. أخافه أقلى أقيمة حدود الله. بيتحكم لا بالطلاق على طول؟ آآ. تمام. بص حضرتك هو عموما تبقى لقانون الأحوال الشخصية المادة عشرين. من قانون رقم واحد للسنة ألفين. لازم تقول الكلمة دي. يعني قالت ايه المادة دي؟ يعني المادة قالت إن الزوجة يجوز إنها تلجأ للمحكمة لخلعها. أو لطلاقها خلعا. وتقرر بأنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها. وتخاف ألا تقيم حدود الله. بسبب هذا البغض. متنفر منك يا أخي. يعني ده زتونة القضية أو ده أهم عصر. يعني أول ما سيت تقول كده. خلاص القضية يحكم لها. يعني هي راح أطلع نفسها سيادتك. يعني هي راح أطلع نفسها ولابد من ذكر هذا الأمر. لحد ما يكون عندها كم سنة بقى؟ ما هي عندها 63. والله العظيمة يا ممكن واحد عندها 80 سنة تقول عادي. يا أخي فألا قيم حدود الله. هو القانون بتاعنا كده. القانون اللي حوالي الشخصية كده. يعني هي طبعا من شروط الخلع. يعني دي أسهل طريقة للتطليق أو للخلع. أسهل طريقة بالفعل أه. هو أنا لابد يعني في قضايا الخلع لازم أربع شروط بيتوفروا. إنه يزور قرار صريح من الزوجة ببغضها على الحياة الزوجية مع الزوج. ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى على تقيم حدود الله. نمرة أثنين مثلا المحكمة هنا بتعرض الصلح. المحكمة بتعرض الصلح على الزوجين. وبشرط أن يرفضوا إياهم. يعني لو الزوج رفض أو الزوجة رفضت المحكمة بتستمر. بتندب حكمين يعني فيه شيخ أو فيه عالم ديني موجود في المحكمة أو أخصائي نفسي. بيحاول برضو يصلح بين الطرفين. وبرضو لو فيه طرف رفض خلاص المحكمة عملت اللي عليها. وهي بتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية. ومقدم الصداق طبعا. وتعتبر طلقة باقينا. طلقة باقينا يعني بتحسب طلقة. فهنا ولا لها علاقة بالسن ولا لها علاقة بالأمراض اللي هي عند الزوجة. وطبعا هو دخل قال وجه تنظره أمام المحكمة طالما حدر. أمام المحكمة وأل وجه تنظره. المحكمة يعني برضو يعني مفاد الكلام الزوجة اللي عاوزة تخلع بتخلع. يعني أو بتطلق نفسها. هي بتروح تطلق نفسها. طب هو دلوقتي بيراجع بقى حقه إزاي؟ هو دلوقتي بقى يرجع حقه إزاي؟ هو أولا حضرتك العقد الزواج. عقد الزواج بين الزوج والزوجة لا يترتب عليه أي حقوق للزوجين في أموال الآخر. سوى ما راتبه القانون من مهر ونفقة ومستحقات شرعية. يعني كل واحد ليه زي ما مهر. يعني هو مش هارف يثبت ولا أي حاجة من السندات اللي هي كتبقى في الدهب. لا يثبت طبعا بخلاف المصاريف اللي تم انفقها على جهاز بناتك. إزاي اللي كان بيحاولها لو تحويلات بنكية بالفلوس أو كده؟ آه بالزبط كده. دي حاجة اسمها إسراء بلا سبب. تفضل المادة 179 مدني. يعني قالت كل شخص يتم صراه دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم بالتعويض. وبرضو لها شروط. يعني شروطها إسراء المدينة اللي هي هنا الزوجة. افتقار الدائن هو هنا افتقر أو معويش فلوس. ده هو الزوج. ورابطة السببية بينهم. وما يكونش فيه سبب قانون إن هي أخدت الأموال دي. يعني هي جهزت بنته. ده سبب. سبب مشروع مثلا. لكن السندات هنا لو هي عمل السندات أو أخدت لها السندات في البنية. أي بقى هو لي نسبة منهم أو يقدر يطلع حقه منهم. يعني صحيح من الفلوس دي. آه طبعا يقدر يقدر في الجزية دي طبعا. يقدر ويأخد حقه في التعويض كبير. لو حضرتك كمحامي شايف إنه هو ممكن يكون يتعامل معهم بطريقة غلط. شايف إنه مش حقه إن هو يطالب بحقه؟ لا هو حضرتك عموما إن هو حقه إن هو يطالب بحقه. بش إزاي من الدكتورة تكرمت. يعني برضو حضرتك إحنا أنا كمحامي أنا هو بيعرض وجهة نظره. إنت ليك بالقانون ما لكش دعو بالاجتماعيات. الدكتورة يتحلم مشاكل نفسي. يعني لو جالك يا أستاذ حسام وقال لك أنا حقي ضايعه. الكلام نفسه بقى في معقولية يعني. إنت إنت لما عريت القصة أو لما سمعت حسيت إن فيه الكلام فيه معقولية. فيه الكلام عائل ومعقول ولا لا. يعني لو ده استنجت بحرك وقال لك يا أستاذ حسام عايزك تجيب لي حق. والله لو قال لي عاوز أجيب لك. النمرة واحدة أقول له فيه حوالات معاك ما يفيد على الثاني. إذ بات التزام ومعاك ما يفيد إن أنت قد تتحولها فلوس أو مدها فلوس بالكيفية دي. طبعاً هيقول لي أيها كذا يعني يكون معايا ما يفيد سليل. أو نقدر نجيب يعني ممكن يقول فيه حوالات بنكية فيه تحولات دي في الحالة دي نقدر نجيب. طب هل حالك بقى شفت قضايا زي دي؟ أنا شفت قضايا زي دي وأكتر من دي يعني. أكتر؟ أو الله في المجتمع اللي إحنا فيه ده في حاجات. ممكن أب يعمل لابنه هبة ويجي يرجع ابنه يترده من الشقة. يعني حالك كتير ورد علينا ولكن إحنا بنسمع منه. العضايا دي بقى بتقعد قدية على البال ما يتحكم فيها. العضايا ممكن بتواصل ما يقرب ثمن شهور يعني ده ألا حاجة ما يقرب من ثمن شهور. بس أهم حاجة هو يقدر يزبط صحة كلامه. يعني أهم حاجة يقدر يزبط صحة كلامه. أقدر أفيده في نقطة تانية برضو في جزئية موضوع أن أولاده ما بيصرفوش عليه أو هو. ورفضوا يدروا ألفين جنيف شو. طبعا هنا كلام طبعا ده كلام برضو مفروض هو لي حق لأن في حاجة اسمها نفقت أقارب. ما طبعا يعني أبونا اللي صرف علينا وتعب فينا نستخسر إحنا فينا نديله ربع اللي دهونا؟ لا هو نفقت لقرب حسب الدخل الأبناء. يعني ممكن أب يرفع على أولاده قضية هما مش بيصرفوا عليه ومن خلال دخلهم يدروا نسبة؟ أه طبعا يدروا جزء من دخلهم الشهر بالسوية بينهم الأربع أبناء. ويطلع له رقم حلو أكثر من اللي هو بيقوله أصلا. نعم. ويطلع له رقم أكبر من اللي هو بيقوله أصلا. ويطلع له رقم حسب الدخل. اللي هو بناء على كلامه طالما شغال في السوية يبقى متوسط الدخل. سنعوه مارس مع أن في مادة في القانون بتقول كده دي حلو جدا؟ لا لا طبعا ده لها شروط يعني يعني من ضمن شروطها. يعني مثلا يجب أن يكون بالقدرة الذي يكفي الحاجة الضرورية للمعيشة. يشترط أن يكون طالب النفأ معصرا وأن يكون المطالب بالنفأ معصرا. يعني هو معصر معهش فلوس وابنه معه فلوس. ابنه بيشتغله وبناء على المرتب بتاعه وناخد النسب؟ وبناء على المرتب بتاعه القاضي بيحكم بالزبط كده. فدي نفأ واجبة في القانون اسمها نفأة أقارب حضرتك يعني. أنا بشكرك جدا يا أستاذ حسيم ونورتني. لو هو طلب رقمك هندهوله. أنا بشكرك ونورتني مرسي. باي باي. يراك باي دكتور فلسمانتي يراك يا هن. هو كان فعلا محتاج يطلب حقه بالطريقة دي. لو هو مش هيجي بالود بينه وبينه وبين ولاده. بس أنا شايفة بصراحة أنه هيقرب بعلاقته بولده أحسن. مش محتاجين بقى محاكين بقى. مش هيجلل لهم يا هند. لا هيصلح اللي فات. مش عايزين يصلح وهم جاهزين ملك درجون. هو يشوف إيه الفرق واجت منين ما بينكم. في حد يقولي بابا خليين مرمي زي كل. أنا حاسة أنه كانوا فيها مبالغة شوية برضو. أنا في مبالغة شوية. أه لا في مبالغة ولا قصة كلها فيها مبالغة وتفاصيلها كتير. هو عام اللي حسس قوي. وممكن تكون عنده ضلالات من كتر الصدمة مثلا. زهنه خيل له دوت. أنا خايفة الموضوع برضو. يعني من وجهة نظره مبالغ فيه شوية. لأنه مش تحيل ده يحصل. يعني بقى شكل من الأشكال بالشكل. كله اجتمع. الكل. يعني برضو مش شايفها أن هي ممكن تكون قصة حتى. يعني أن كلهم عمرهم ما يجتموا عليه مرواح. أكيد في حد حناية. كمان إيه اللي دخلوا معاهم؟ مش مصلحة بنته. لو احنا اعتبرنا من وجهة نظر بقى الأب. آه الفلوس. الفلوس آه. مش للأم أسمى دهبها مع بنتها أو الدهب مع بنتها. فهو بالتالي جوز زور بنتها مستفيد. يا ابن الايه؟ طبعا هنتكلم كلها دلوقتي على نكس أكثر مكاسب مدية ممكن نحققها من العلاقة دي. من الحياة دي. الولاد نفس القصة الأم كذلك كله. لو افترضنا أن المبلوح من نسباله مفيش أفكار ضلالية دخلت في الماء وصورت الحاجات دي. يعني ممكن تكون من صدمة أنه ملقاش فلوسه وتخيل. ممكن. يعني مع السن بقى سبعين سنة والغربة والكلام ده كله ممكن يكون ده حصل. طب الحالات دي بتاخد وقت دي. بالنسبة لكبار السن لا بتاخد وقت طبعا. بتاخد وقت. لأن خلاص أتفكير وتجمد. جبتي متخيلا أنت بتعملي مع حد كبير في السن قضى حياته كلها نحية هدف واحد. أنا بجمع بس فلوس. بيربي عياله مش بيجمع. لا هو ما رباش في عياله. أنا أسفة جدا هو ما رباش في عياله. بيكبرهم يعني. اللي بنكبر بنكبر لوحدنا كله بيكبر. بيستثمر فيهم يا هند. استثمر إيه يا سالي. ما جاب لهم. طب زعلان لي دلوقتي طالما أنت فلوسك معاهم. لأنت عاملها عشان هم معاهم. ما تدوني فلوسي. طلبتها إزاي طلبتها إزاي. طلبتها إزاي. وأفضطه فلوسي بعين طريقة. طلبت. اتعملت مع ولادك إزاي ما هو. بصي يا حبيبي. هاتوا فلوسي حرمي. أقول لولادي حرمي. ما هاتوا فلوسي. لا يا فلوسي. وشتروا بدأتوا. ولي ظنيت أن هما سرقوك أصلا. يعني ما أنت كنت عايش معاهم. ما معقولة مع حاجة وثلاثين سنة في الغربة. ولي ما يكونش هو مثلا. ملك ملايين. الست بتحافظ على الفلوس. اللي لأ. لي ما بتكونش كده. لي ما تكونش لما رجع. كان قرر أنه يعمل أي حاجة مش مضمونة. فحافظها. هي خادت فلوس عمل بها إيه. خادت فلوس عمل بها إيه. مش هيقول. هو مش هيقول. هو مش هيقول ده. هو طالع بدور الضحية. هو مش هيقول. مش عال في نعمل إيه. مش عال في نعمل إيه. مش عال في نفسي قول. شفت معلات زي دي كده. شفت كتير. وكانوا بيقولك كبار السنة تعالجوه. أنا أقصى حاجة جات لي يعني في الرنج ده بعد غربة وبتاع خمسين حاجة وخمسين. بس ده لسه أقف على رجلو. لسه أقف على رجلو. وطبعا مش طبيعي برضو حضرتك. ومش طبيعي لأي مخترب. مش عايش مع أهله. إن أنا أطلع كل حاجتي. بيحصلوا إيه بقى؟ مهون ده اللي بيحصل. هو أنا ما بيجي يحكي لك أنت حسيت عنده إيه أزمة. بتبقى الأزمة إن هو شايف نفسه غريب في البيت. شايف نفسه غريب. ده رجلت إن أنا ما بيجي حالة من ضمن الحالات. مش طيقهم. بدأ يكسر الحاجات. لا هو طيقهم ولا مطيقين. بدأ يكسر الحاجات اللي جابها لهم. لو شاشات. لو موبايلات. هو ده اللي رابطني بيكو. اكتشف بعد فواد الأوام بقى. إن أنا رابطني بيكو الحاجات دي. بعد ما كسرهم كان يرد فعل أهلهم؟ لا. للولاد رفضوه. والزوجة رفضته. برضو. طبعا. لأن أنت جايب لنا حاجة وبتزلنا بيها. هو اكتشف إن العلاقة بينه وبينهم. في الحاجات اللي بيجيبها بس. في التعامل. مفيش. كل واحد لينا مط حياته. كل واحد قفل على نفسه. ده ما أنت قلت كده مثلا ما بنصدق بابا يمشي عشان نعرف نتحرك. خلاص هما بالنسبة لهم ده الشخص. الواحد لو هيتغرب بقى بارا. انت رأيك إنه يتغرب مع عيلته كلها. ده ده رقم واحد. شرط أساسي. طب لو هو العيال أصلح لها ناتة ربا هنا ومدارس هنا أحسن بكتير. من حسقي لا أنا ربي ولادي قدام عيني. يكبروا قصاد عيني. موقت العديقة مش صالحة لتنشئة مع عفكرنا المجتمعي. يعني لو أنا هتطر عيش في حتة تانية. لا الديل ما بيبقاش كده. في غرب مثلا في يوروب. مش عارف اي ممكن. أنا مش عايز ربي عيالي بالتربية الشرق الغربية دي. كتير كتير ناس هتربت وقفروا على أولادهم وحطوا مبادئهم وحطوا القواعد بتاعتهم. رس هتبقي انت لما تيجي الطالبي بحاجة هتبقي انت ضد مجتمع. دايما أنا بقول الفكرة دي. يعني أنا قلت البنتي ما يفعش تعرفي ولد. وملهاش لازمة ومفيش هكسمها بويفرند وجرلفرند. والكلام ده احنا ما عندناش مجتمع. حضرتك ضامن وانت. أنا ضد بقى مجتمع كله عمال بيتحك علي. بيقولوا على ان انا افكاري سازجة وقديمة ورجعي. حضرتك ضامن برضو. وانت في بلد تانية. ولادك هنا مش قدام عينيك. انهم يعملوش نفس السلوكيات دي. ما هم عميتهم هنا والمجتمع هنا لا يسمح. بالنطاق مش على النطاق واسع. الواحد بيعمل في الديرة برضو. بس يا ودني بقت مفتوحة اكتر يا سادي. والمفاهيم دي بقت دخلة في كل البيوت عادي. انت بتربي وتعلمي. المفهوم بقى موجود. لو بلد برضو تحسني مفاشرة فهي كتير مفاشرة. انا شايفة ان الاسرة ما بتتملش غير بوجود الاثنين. الا لو القد الله في ظروف يعني لخارج عن ارادتنا. وفاقة وحاجة. ما بتتملش غير بالاثنين. اه يعني لو توفى ماشي لكن لو هو مفترد. او بيشتغل برا يخد عندك. اولاده في ايده. اولاده معي. بيته قدام عينه. ما صقش في حد. وخصصا في حالة زي حالة سادي أحمد دي. انت بتقول بالك اكتر من 30 سنة. متجوزها. لا انت مش عارفها. انت معرفتش ولادك. ما انت عايز توفر. انت عايز توفر. عايز توفر كل حاجة لنفسهم. بالضبط. انت اللي عملته كده. انزلوا مصر عشان هنوفر. لكن طب خلاص نوفر لينا. احنا استحملنا غربتك. واستحملنا ان انت مش موجود معنا. انت بعتنا في اي مشكلة من مشكلة. كبرنا قصاد عينيك. هو بيسمع الارقام انا بنته جاهزت بيها. مش عارف. مش عارف حاجة. هو كان بيجيب فلوسه بس. طيب انت جبت فلوس. احنا خدنا الفلوس. ببساطة. طب لو كنت سمعتي قصة من الجنب الاخر. كنت هسمعها ازاي. كنت هسمع ان هو سبنا. كنت هسمع ان هو مهتمش بينا. كنت هسمع ان انا في وقت مثلا. في تخرجي كان نفسي بوية يبقى جنبي مش موجود جنبي. كنت هسمع كده. وانا شئت لوحدي وربت لوحدي وعملت لوحدي. انا مت بقوم مبرر اوكي. انا مت بقرر الفعل اللي هما بيعملوه. هما اللي عملوه بقى القصة صحية. كل واحد بيتناول قصته من وجهة نظره. من الوجع اللي حسه او من الالم اللي عايشه. ست ربت لوحدها اربع ولا اربع اربع. ووصلتهم لماركز كويسة. وحققت فيهم. كنت عايشة ازاي. انت كنت بتقدم لها الفلوش بأني طريقة برضو. سردك للكلام اللي انت بتقوله. بالطريقة اللي انت بتقوله. كان فيه نوع من الايه. مش عايز اقولها يعني بس. كأنني بتفضل عليكم. انا عملت. انا عملت. كل حاجة انا اللي عملت. طب عملت بس انت مش معاينة. حتى لو خدنا. وده مش مبرر ان هم ياخدوا على فكرة ان ده بعضو. هنا فيه حلقة مفقودة في العلاقة ما بينهم. احنا مش عارفينها. بس انت لسان حالهم هيقول ايه. حتى لو وديتنا. انت مددناش حنان. مددناش اهتمام. تمان غربت. تمان الغربة. برافو عليك. هي دي. فهم عشان كده استحلوا اللي هم بيعملوه. بزبط. حتى في بيع الشقة. اللي هم بعدين يبيعوها. انت هتاخد فلوسها كلها لك. لأ جوز وبقت ناصبنا. كأننا بنورسك بالحياة فعلا. بس كده. فهي العملية نقول لها. يعني نصيحة بقى لكل المختربين. ايه وانا كنت لسه أعيد بقى. اخدر نصيحة لكل المختربين. ونصيحة لأستاذ أحمد. أستاذ أحمد أول قابد أولا. أستاذ أحمد. لو سمحت شوف الحاجات الإيجابية. شوف الحلو اللي حصل. شوف انت ولادك بقوا فين. انت كنت تعمل فلوس لي مين. مش ليهم. طيب دي رقم واحد. رقم اتنين. قرب لولادك. في نهايات حياتك كده. قرب لهم. صلح اللي حصل. حسن علاقتك بيهم. أكيد في حد من الأربعة قلبه حنايا. مش كلهم هيبقوا فيهم أسوأ. قرب لحد. ما تحسسهمش انهم حرامية ما هو. انت هتقول لأنا حرامي هبقى حرامي. صح. هتهجمني ههجمك. ايه. لأن انا ما عرفقش. وانت متعرفنيش. باللين وبالراحة. وانت متعرفنيش. ما عرفتش تفكير. واش رايك انه ما حاكم صح؟ انا شايفها كده بصراحة. ما فيش داعي في نهاية الأيام. طب هي رفعت قضية. ما ردش انا عليها. رفعت قضية الصلح بقى. الصلح بقى. تقول لأ انا سمحتك فيها فهيها دي ممكن تبقى. انت عايز الفلوس في ايدي الوقت مدام ولدك تجوزوا وتخرجوا واستغروا. انت عايز تعيش كويس مع مراتك ولدك. ده يبقى الهدف بتاعك. صلح التلاتين سنة اللي انت بعدت عمله. نروح في الامراتك وقول لك الانتين حلوين وهتعيشوا مع بعض السعادوية. دايما استاذ المحامي قال فيه بيعملوا صلحه في المحكمة. يعني يحاول يبقى الباكيلين في الفكرة دي. وتقرب اكتر ليهم وتعود اللي فات. واللي هيختارب ياخد عياله معايا. ياخد عياله معايا. لو هتبعت فلوس حضرتك معلش. لحد انت مش معاشتش معاه سنين وعياتك كله ما تعرفوش. ايه بعد على قد المصاريف ما تديش كل حاجة. خليليك يعني شي لنفسك. خليليك وليهم خليهم محتاجينك. انت لما تدي كله مش هيحتاجوا لك. خلوة دي. بس. انا بشكرك ونورتي. بس يا دكتراني. نورتي اسلاميدي. استنونا بعد الفاصل ولسه فيه كلام كتير قوي في حكايتك يا استاذ أحمد.